موسيقى والله ربنا كرمني بقب طيب ومحترم وبيفهم وعنده زوق يعني عنده زوق من زمان في الموضة وفهم كل حاجة وعارف يعني وعلمنا يعني يا حرام وحلال وبعدين انا عايز اقولك زمان كان الميكرو والميني ده عادي الناس بتنزل بقبسك كل اللي هي عايزة معرفش النقد اللي فجأة طلع ده بس هقولك على حاجة انت برضو تلبسي اللي ليه عليكي انا ما بقلتش حد انا بلبس اللي ليه عليها عايزة اقولك والله ولا مرة حاولت اتبص على حد عشان اقلد او اعمل حاجة زي حد او يعني موضوع ولا بيعني لي شيء وبحب ألبس الحاجة اللي بتريحني وبحبش اقلت حد ولا انقض حد بس انا بلاقي نقد كتير او مثلا ايه حاطيني مصنفيني دايما دايما باعد ادحك بابا يوعى فكرة بابا صحبي جدا في الموضوع ده عادي اقول له بابا بيعود اقول له علي ان انا مش عارفة ايه ولبسة ايه وقلع ومش عارفة اللي بادي كبري اللي النجاح هو معناه ان الناس تتكلم عنك انت بقى انت نكعة انت بقى انت في حتة انت انت مضايقاهم سيب ليتكلم يتكلم انت ماشية صحة فانا بسيب الى التكلم يتكلم بس المهرجونات انا بالنسبة لي تعني حاجة تاني والله انا بحب اشوف الافلام وعايز اقولك على حاجة انا بروح احضر افلام بس مش بروح اعمل انترفيوز فوقت الافلام لان انا رايح اتفرج على الافلام انما ببقى في ال ايه في ال اوبنج في نعل يعني الكلوزنج او ال اوبنج ببقى حب ان انا بقى موجودة يعني من زمين وانا صغيرة كنت بحب اشوف المهرجونات برا وبحب اتفرج عليها ونفسي امنيت حياتي ان انا احضر مهرجونا برا بس بلاقي النقد دايما بيبقى على اللبسة اكتر ما بيبقى على اي حاجة تعني حتى ما بيتكلموش في الافلام يعني متل يومش بك ايه ما شفت شوال حد تتكلم على فيلم انه حلوة او وحش بيتكلمو دايما لبسة دي مش لبسة فلا لا لا انا شايفها مثلا اخر ضجة معرفش يعني على علمتو بيها لما قالولي انت تلقتي ترند في الجونا على الفستان الفوشية وان هي ما لبسة حاجة اوفر ومش اوفر هما كده كده بيتكلمو فانا لو هتبص ورايا وهركز مع كل اللي بيتكلم يبقى انا افضل ورا مش هطلع لقدام فانا بسيبي اللي يتكلم يتكلم وما باهتمش اشتركوا في القناة